سيد علي طبعاً عايز أسألك سؤال بصفتين بصفتك واحد من أبناء الصعيد وحضرتك دايم الزيارة لأهل بلدك وبتشوف الدنيا بتتغير إزاي وبصفتك مراقب أو صحفي بترصد الأوضاع وبتحللها بشيء من التفصيل إزاي إحنا خطينا خطوات جدة في هذا الملف وإزاي فعلاً المواطن في الصعيد بدأ يشعر أن فيه تحسن فيه الحياة بشكل عام خليني الأول أتكلم بصفة صعيدي آه يعني ممكن تكون الحقيقة أن أنا صعيد طبعاً بوجودي مع أصدقاء أعزاء سواء الأعمال دي أو الدكور حمدي عشان نتكلم عن الصعيد لازم نعمل توصيف جغرافي في البداية للصعيد الصعيد عبارة عن وادي ضيق ضفتي النهر فيهم أرض زراعية ثم نذهب إلى الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والوادي بيتسع ويضيق الوادي عندما يتسع يكون هناك متسع من الأراضي الزراعية وبالتالي متسع من الأعمليات التنمية عندما يضيق الوادي ينتشر الفقر وتقل فرص العمل الصعيد يمكن من سمانينات القرن الماضي وهو على حاله مع ارتفاع وزيادة كبيرة في السكان تعداد السكان وبالتالي من الطبيعي جدا أن تحدث هجرة سواء خارجية أو هجرة داخلية لأنه ما فيش عمل وما فيش شغل الرقعة الزراعية تقريبا لا تزيد المصانع في الصعيد لا تزيد وبالتالي أي مخطط للصعيد لابد أن ينظر إلى الواقع الجغرافي لهذا الصعيد ما الذي يمكن أن تفعله أي عملية تنمية لابد أن تكون عملية التنمية عملية متكاملة كان في كلام عن فتح المحافظات على الظاهير الصحراوي وأنه المحافظات يكون لها امتداد آخر لأنه إذا قلنا في القرى الرقعة الزراعية بتتآكل طب أين سيذهب سكان القرى لأن سكان القرى بيزيدوا وبالتالي عايزين بيوت عايزين مساكن أين سيذهبوا حاجة بتشير هنا للمدن الجديدة أنا بشير إلى الفتح فكرة فتح الوادي وفتحه مش بالمعنى العام لكن فتحه في إطار مخطط يكون موجود يعني لو قلنا هنفتح الصحراء الشرقية لها طبيعة والصحراء الغربية لها طبيعة يمكن أن يكون في الصحراء الغربية صناعات كثيرة جدا ويمكن أن يكون في الصحراء الغربية زراعات لأنه الصحراء الشرقية قريبة من السواحل قريبة من البحر الأحمر ومن موانئ البحر الأحمر وبالتالي يمكن وجود صناعاته تنمية الصناعات حتى البيئية والحرفية اللي موجودة في مناطق كثيرة جدا الصعيدي يتميز الإنسان الصعيدي يتميز بالجلد والصبر وتحمل المتاعب وتحمل المشاق وهو قادر على أنه يعمل لساعات كثيرة وقادر على أنه ينجز إنجازات كبيرة جدا والصعيد دايماً وأبداً بيخرج علماء ومفكرين وباحثين على أعلى مستوى رقم كل ما يحدث هناك معدلات الفقر اللي موجودة بكسرة في الصعيد وتكلم عنها الدكتور حمدي الحقيقة إنه تتفاقم وتستتفاقم كثيراً إذا لم يكن هناك حلول خارج الرقعة الزراعية خارج الوادي الضيق جداً واللي تكدس جداً بعدد سكانه لابد من إنه يبقى فيه حلول عامة وحلول عام وأشمل من فكرة إنه يبقى موجود على ضفتي الوادي يعني فيه مصانع الحقيقة على نهر النيل لماذا لا يكون هناك مثلاً مصنع سكر على نهر النيل في حين أن نهر النيل لا يستخدم كوسيلة من وسائل النقل النقل النهري وبالتالي أغلب المصانع موجودة المفروض تكون موجودة قرب السكر حديد كان فيه مشروع آخر حاجة كان فيه مشروع قبل 2010 وهو ربط الغرب النيل بشرق النيل بموانئ البحر الأحمد اتعمل الطريق ده وكان مطار سهاج دم هذه الخطة وكانت تربط السكر حديد بالمطار بالطريق لو شفت الطرق اللي بتربط هذه الأماكن هتجد أنا غير صالحة على الإطلاق أنا حضرت الزمان يوصي زعلي تاتشين أو الشروع في بناء طريق سهاج سفاجة آآ ما هو ده اللي بتكلم من مثلاً أن يجي 14 سنة ولا 13 سنة مظبوط قبل 2010 مظبوط لكن هذا المشروع المشروع ده نفسه كان المفروض أنه يبقى عملية نقل اللوجستي من وإلى لأنه فيه سكة حديد يبقى فيه محطة كبيرة للسكة الحديد بتنقل من وإلى ويستخدم كمان مطار سهاج وربط غرب وشرق سهاج بمنظومة طرق متطورة إذن القصة هنا أسوز علي اتغيرت وبدأت الأمور تكون أوضح بشكل كبير اشتركوا في القناة